السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث قسم الإلكترونيات بالمدارس الصناعية أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا التعليمي في مادة التحكم الإلكتروني إن شاء الله النهاردة هنبدأ مع بعض أول حلقة في مادة التحكم الإلكتروني وهنتعرف مع بعض يعني إيه التحكم الآلي ويعني إيه التحكم الإلكتروني وإزاي إحنا بنستخدم عمليات التحكم ديت علشان نتحكم في تشغيل الآلات والماكينات في المصانع والآلات الحديثة طبعا المادة اسمها التحكم الإلكتروني يعني إيه كلمة التحكم الأول بداية كده نعرف يعني إيه كلمة التحكم تحكم بشكل عام معناها السيطرة التامة على تدفق طاقة كبيرة باستخدام طاقة صغيرة نسبيا يعني معناها إيه يعني لو أنا في الحياة العملية عايز أتحكم مثلا في الإنارة في البيوت عندنا مثلا بنتحكم فيها إزاي عن طريق مفتاح صغير يبقى أنا دلوقتي قدرت أن أنا أتحكم في طاقة كبيرة باستخدام طاقة صغيرة نسبيا لو أنا عايز أتحكم في سرعة محرك مطور يعني بيتحكم مثلا في تشغيل آلة أو مكينة في المصنع أنا بتحكم في تشغيله إزاي عن طريق دايرة إلكترونية بسيطة بتستهلك طاقة كهربية صغيرة وتقدر تتحكم في الآلة أو المكينة اللي هي بتستهلك طاقة كبيرة بالزبط برضو لو في السيارات بقدر أتحكم في السرعة بتاعة العربية عن طريق دواسة البنزين يبقى أنا دلوقتي بقدر أتحكم في طاقة كبيرة باستخدام طاقة صغيرة نسبية ده مفهوم التحكم بشكل عام لكن معنى إيه بقى التحكم الآلي كلمة التحكم الآلي معناها إن أنا بستخدم عملية التحكم بستبدل فيها الأجهزة مكان العامل البشري يعني بدل ما كنت أستخدم أو العامل يعني أو الإنسان هو اللي يقوم بإجراء عملية التحكم عايز مثلا زي ما قلت دلوقتي عايز يشغل الإضاءة فهيعمل إيه؟ يقوم يدوس على المفتاح علشان النور يضيق طيب لو عايز يتحكم مثلا في درجة الحرارة متفاقة شغالة مثلا أو مثلا سخان كهرارة فيعمل إيه؟ هيقوم يشغل الجهاز علشان يرفع درجة الحرارة زي درجة حرارة الغرفة مثلا فيبقى هنا دوت كده اسمه تحكم إيه؟ تحكم يدوي عن طريق عامل التشغيل لكن بقى التحكم الآلي يبقى أنا دلوقتي بستخدم الأجهزة مكان العامل البشري إزاي؟ إن إحنا بنستخدم حاجة اسمها الحساسات طبعا دية عناصر بتقوم بتحويل الكميات الطبيعية زي مثلا درجات الحرارة والسرعة والضغط وهكذا بتحولها إلى إشارات كهربية وبعد كما نقدر نستخدمها في عملية التحكم عن طريق طبعا الأجهزة الإلكترونية أو أجهزة التحكم الإلكتروني بالضبط لو أدينا مثال بسيط عشان نفهمه جهاز التكييف ما إحنا بنتحكم في درجة حرارة الغرفة بواسطة التكييف طب بنعمل إيه؟ بنثبطه على درجة حرارة معينة وبعد كده بنسيبه طبعا التكييف بيبقى فيه حساس علشان يقيس درجة الحرارة بتاعت الغرفة وطالما أن درجة حرارة الغرفة أعلى من الدرجة اللي إحنا زبطناها أو حددناها بيفضل الجهاز شغال ويخفض في درجة حرارة الغرفة لحد ما توصل للدرجة المطلوبة فطبعا الحساس اللي بقيس درجة حرارة الغرفة بيعمل إيه؟ بيحس بدرجة الحرارة دي حاولها لإشارة كهربية ويوصلها لدائرة التحكم اللي هتعمل إيه؟ تروح فصلة الإشارة الكهربية أو الدائرة الكهربية بتاعت جهاز التكييف فيقف بعد شوية لو درجة الحرارة ارتفعت فطبعا الحساس يعمل إيه؟ بيحس برضو بدرجة الحرارة فيبدأ يوصل إشارة كهربية لدائرة التحكم فتقوم شغالة التكييف تاني هنا اتحكمنا في درجة الحرارة بدون تدخل العامل البشري فيبقى ده كده اسمه تحكم إيه؟ تحكم آلي طبعا بقى في الآلات والماكينات في المصانع وهنشوف مثال على الكلام دوت إن شاء الله في الحلقة بتاعت النهاردة هنلاقي أن الآلات الحديثة بقينا نستخدم فيها عمليات التحكم الآلي تحكم إلكتروني باستخدام الحاسبات يبقى جهاز كمبيوتر وعليه برنامج للتحكم وهو اللي بيتحكم في تشغيل الآلة وفي كل الخطوات اللي هتقوم بيها وفي كل العمليات الصناعية اللي هتقوم بيها عن طريق طبعا البرنامج وإحنا اللي بنحدد البرنامج ده وإحنا اللي بنبرمج الحاسب على الأوامر اللي هو هيقوم بتنفيذها على الآلة أو المكينة طيب كده احنا عرفنا يعني إيه التحكم عرفنا يعني إيه التحكم الآلي طب ما هو الهدف من التحكم الآلي ببساطة كده وباختصار شديد هنقول يهدف التحكم الآلي إلى الوصول لأحسن التصميمات لتحقيق هدف معين يعني إيه تحقيق هدف معين يعني لو أنا عايز أتحكم مثلا في درجة حرارة يبقى الهدف بتاعي هو الوصول إلى درجة حرارة معينة لو أنا عايز أتحكم في سرعة سرعة مطور مثلا بيتحكم في تشغيل آلة أو مكينة يبقى معنى كده برضه أن الهدف بتاعي هو الوصول إلى سرعة معينة فاحنا بنختصر الكلام ده كله في كلمة إيه هدف معين يبقى نقول تاني ما هو الهدف من التحكم الآلي نقول يهدف التحكم الآلي إلى الوصول لأحسن التصميمات لتحقيق هدف معين في أقل زمن أو أقل وقود أو أقل طاقة وأعلى كفاءة يعني معنى كده أن أنا أوصل للهدف بتاعي اللي هي العملية اللي أنا بتحكم فيها وفي أقل زمن يعني أتحكم فيها بسرعة وأقل وقود وأقل طاقة يعني ما استهلكش طاقة كبيرة وفي الآخر أعلى كفاءة يعني ما يبقاش فيه نسبة أخطاء طيب كده فهمنا يعني إيه التحكم ويعني إيه التحكم الآلي والهدف من مفهوم التحكم الآلي زي ما قلنا كلمة التحكم تعني السيطرة التامة على تدفق طاقة كبيرة باستخدام طاقة صغيرة نسبيا وقلنا معنى التحكم الآلي هو عبارة عن عملية التحكم يتم فيها استبدال الأجهزة مكان العامل البشري واتكلمنا برضو على الهدف من التحكم الآلي معنى إيه؟ الهدف من التحكم بيهدف إلى الوصول لأسن التصميمات لتحقيق هدف معين في أقل زمن أو أقل وقود أو أقل طاقة وأعلى كفاءة يعني زي ما قلت أن الهدف من التحكم الآلي أننا أوصل للهدف من عملية التحكم يعني العملية اللي أنا بتحكم فيها في أقل زمن وأقل وقود وأقل طاقة يعني أوفر في استهلاك الطاقة وأعلى كفاءة يعني ما بقاش فيه نسبة أخطاء أو تكون صغيرة جدا المكونات الأساسية لأنظمة التحكم الرقمية طيب تعالوا الأول قبل ما نتكلم عنها نقول يعني إيه المكونات الأساسية لأنظمة التحكم الرقمية إحنا اتفقنا أن المادة اسمها تحكم إلكتروني يعني معناها أننا بستخدم الحاسبات الكمبيوتر يعني في عمليات التحكم وفيه أجهزة كمان إلكترونية أجهزة رقمية زي أجهزة بي إل سي اللي هي أجهزة التحكم المنطقية المبرمجة بنستخدمها برضو في إجراء عمليات التحكم طيب الأجهزة دي ترقمية يعني إيه رقمية؟ الكمبيوتر بيتعامل مع الإشارات الرقمية الإشارات الرقمية اللي هي عبارة عن إيه؟ نبضات بتبقى إشارة أو موجة مربعة زي ما احنا متعودين دايما نقول أن الحاسب رقمي يعني إيه؟ يعني يتعامل مع لغة الآلة اللي هي الصفر والواحد يعني إيه الصفر والواحد؟ يعني الإشارات الكهربية أو البيانات اللي بيتعامل معها الحاسب وبيتم تخزينها في الزاكرة بتاعته بتكون عبارة عن إيه؟ نبضات يعني موجات مربعة يعني لما تكون الإشارة الكهربية عند المستوى العالي فوق فنسميها واحد ولما تكون عند المستوى المنخفض فنسميها صفر طيب الأجهزة دلوقتي الرقمية زي الحاسبات بتتعامل مع الإشارات الرقمية لكن الآلات اللي أنا بتحكم فيها أو مطور كهرابي عايز أتحكم في سرعته طبعا دوت تناظري أو تماسلي يعني بيتعامل مع إيه؟ الإشارة الكهربية التناظرية اللي هي زي الطيار المتردد اللي هي الموجة الجيبية طب دلوقتي الإشارة النتجة من الحاسب إشارة رقمية ما ينفعش إن هي تتحكم أو تشغل الموتور الكهرابي دوت اللي بيشغل الآلة أو المكينة يبقى إحنا كده محتاجين مكونات تانية تعمل إيه بقى؟ تحول الإشارة الرقمية النتجة من الحاسب وتحولها إلى إشارة تناظرية أو تماثلية علشان تقدر تشغل مين؟ الآلة أو المكينة اللي بيتم التحكم فيها والعكس بقى الإشارة اللي أنا عايز أدخلها للحاسب زي ما قلنا من شوية إن إحنا بنقيس الخارج بتاع العملية زي مثلا درجة حرارة بنقيسها باستخدام الحساسات فبتحول درجة الحرارة إلى إشارة كهربية طيب الإشارة الكهربية دي هي إشارة تناظرية طيب الإشارة التناظرية دي ينفع أن يدخلها للحاسب؟ الحاسب مش هيعرف يتعامل معاها عشان إحنا قلنا إن الجهاز الحاسب عبارة عن جهاز رقمي يبقى مطلوب كمان إن إحنا نحول الإشارة التناظرية دي إلى إشارة إيه؟ رقمية عشان نقدر ندخلها للحاسب يبقى بكده هيبقى فيه عندي حاجة اسمها محول رقمي تناظري وده هيحول للإشارة الرقمية الخارجة من الحاسب يحولها إلى إشارة تناظرية عشان تلائم طبعا الوحدات والماكينات فيها وهيكون فيه عندي بقى العكس محول تناظري رقمي المحول التناظري الرقمي يعني يعمل إيه؟ يحول الإشارة التناظرية عشان الحاسب يقدر يفهمها ويقدر يتعامل معاها فيه مرحلة كمان بقى بتبقى مرحلة تمهيدية بتبقى قبل المحول التناظرية الرقمي بنسميها مرحلة أخذ العينات مرحلة أخذ العينات دي بتبقى مرحلة بسيطة بتعمل إيه؟ بتحول الإشارة التناظرية الى سلسلة من الاشارات التناظرية برضو في ازمنة متساوية يعني معناها كده الاختصار انها بتجزأ الاشارة التناظرية زي مثلا الموجة الجايبية بتعمل فيها بدل ما هي متصلة كده لا تجزأها اجزاء صغيرة فالاجزاء الصغيرة دي بنسميها ايه عينات وبعد كده الاجزاء الصغيرة اللي هي العينات دي تدخل لمرحلة المحول التناظر الرقمي فيبدأ يحولها لاشارة رقمية يبقى بنقول تاني ما هي الاجزاء او المكونات الاساسية لانظمة التحكم الرقمية اول حاجة بنقول ايه مرحلة اخذ العينات تاني حاجة محول تناظرية رقمية الاختصار بتابع او الرمز بتاعه بنقول ايه اي دي سي يعني انالوج تو ديجيتال كونفيرتر يعني معناه محول من تناظرية الى رقمية وثالث حاجة هيبقى محول رقمي تناظرية والرمز بتاعه هنا هيبقى ايه هنعكس بقى هنقول ايه دي اي سي يعني ديجيتال توانالوج كونفيرتر تعالوا نشوف كده على الشاشة تعريفات اللي احنا قلناها بسرعة المكونات الاساسية لانظمة التحكم الرقمية اول مرحلة اخذ العينات وتكون بتحويل الاشارة التناظرية الى سلسلة في ازمينة متساوية طيب تاني حاجة من المكونات محول الرمز بتاعه زي ما قلنا ايه دي سي او انا طيب يعمل ايه يكون بتحويل الاشارات التناظرية الى الصورة الرقمية يعني يحولها الاشارة الرقمية لتلائم مين اساسيات التشغيل في الحاسب الرقمي طيب تالت حاجة من المكونات محول رقمي تناظري المحول الرقمي التناظري زي ما قلنا الرمز بتاعه دي اي سي او ديجيتال توانالوج كونفيرتر يعني محول رقمي تناظري او من رقمي الى تناظري وهنا بيقوم بتحويل الاشارة الرقمية الخارجة من الحاسب الى الصورة التناظرية لتلائم الوحدات التي يتم التحكم فيها اللي هي الماكينات او المعدات بتكون طبعا فيها محركات كهربية او فيها اجزاء بتحتاج الى اشارات تناظرية بتعمل بالطيار المتردد فطبعا يبقى احنا محتاجين نحول الاشارة الرقمية اللي خارجة من الحاسب نحولها الى اشارة تناظرية عشان تكون مناسبة للتحكم في الوحدات والماكينات التي يتم التحكم فيها استخدامات الحاسب في التحكم الحاسب بنقدر نستخدمه في التحكم بكذا طريقة تعالوا ناخد فكرة بسيطة كده عنهم ونعرف ان الحاسب بقدر استخدمه بثلاث طرق اول طريقة بنقول استخدام الحاسب كمراكب استخدام الحاسب كايه مراكب طيب تاني طريقة من استخدام الحاسب في التحكم اسمها استخدام الحاسب في انظمة التحكم ذات الحلقة المفتوحة ويمكن كنتم اخدتوا في سنة تانية نبزة كده في مادة التحكم برضو عن التحكم المفتوح والتحكم المغلق التحكم المفتوح معناه ايه؟ معناه انه لا يوجد به تغذية خلفية يعني معناه ان الخرج بتاع العملية ما بيتمش كياسه وما بنرجعوش تاني للدخل بتاع الحاسب فبالتالي الحاسب هنا مش هيقدر يعرف هل الخرج مزبوط ولا في خطأ طيب الطريقة الثالثة اللي هي استخدام الحاسب في انظمة التحكم ذات الحلقة المغلقة ذات الحلقة المغلقة يعني معناها في تغذية خلفية والتغذية الخلفية معناها ايه؟ معناها ان احنا بنقيس اشارة الخرج بتاعة العملية اللي انا بتحكم فيها لو كنت بتحكم مثلا في درجة حرارة زي المثال اللي قلنا من شوية يبقى في حساسات تقيس درجة الحرارة وتحولها لإشارة كهربية وتتحول لإشارة رقمية وبعدين تدخل مين للحاسب فبالتالي الحاسب بيقدر يعرف هنا هل الخرج هنا بتاع العملية مزبوط ولا في خطأ وإذا كان في خطأ بيقدر يصحح الخطأ عن طريق برنامج التحكم اللي موجود طبعا على الحاسب يبقى بكده هنقدر نستخدم الحاسب بثلاث طرق الطريقة الاولانية استخدام الحاسب كمراكب الطريقة الثانية استخدام الحاسب في أنظمة التحكم ذات الحلقة المفتوحة الطريقة الثالثة استخدام الحاسب في أنظمة التحكم ذات الحلقة المغلقة تعالوا نبص على الشاشة ونشوف طريقة طريقة منهم ونعرف مكوناتها وطريقة عملها اول حاجة استخدام الحاسب كمراكب زي ما احنا شايفين كده الشكل اللي قدامنا اللي على الشاشة هنلاقي بيتكون من إيه فوق ده المشغل أو الأوبريتور يعني عامل التشغيل أو الفني أو المهندس اللي هيشغل الحاسب طيب في النص عندي إيه الحاسب الكمبيوتر وتحت خالص العملية يعني العملية اللي أنا بتحكم فيها ممكن طبعا العملية ديت زي ما قلنا تكون درجة حرارة بتحكم فيها ممكن تكون سرعة زي سرعة محرك بيتحكم في تشغيل آلة أو مكينة أو غيرها طيب لو خدنا بالنا خرج العملية بيتم قياسه باستخدام طبعا الحساسات المناسبة وتتحول الإشارة كهربية وبعدين يتم تحولها إلى إيه إشارة رقمية عن طريق مين دائرة ربط مداخل الحاسب اللي هي عبارة عن محول ADC اللي هو محول إيه تناظري رقمي فيحول الإشارة دي إلى إشارة رقمية ويدخلها للحاسب فبكده الحاسب هنا طبعا عن طريق برنامج التحكم اللي موجود عليه هيقدر يعرف خرج العملية القيمة بتاعته كام دلوقتي ويقارنها مع مين؟ مع القيمة اللي هيدخلها المشغل اللي هي القيمة المطلوبة طب لو فيه خطأ يعني الخرج بتاع العملية ما وصلش للقيمة المطلوبة لسه الحاسب هنا كل اللي هيعمله إنه هو يظهر لي تحذير أو رسالة علشان يعرف المشغل إن الخرج هنا مش مظبوط إنه لسه إشارة الخرج فيها خطأ طيب وبعدين ومال مين اللي هيصحها الخطأ ده؟ لا مش الحاسب بقى اللي هيصحها الخطأ هنا هو مين؟ المشغل زي ما احنا شايفين كده المشغل هو اللي هيتعامل مباشرة مع مين؟ مع متغيرات العملية مباشرة طيب تعالوا بقى نقول كده واحدة واحدة تاني أول خطوة أو نقول إيه؟ إن الحاسب هنا في هذا النظام بيستخدم كمجمع ضخم وفعال للبيانات والمعلومات وآلة حسبة أيضا يعني دور الحاسب هنا مجرد إيه؟ مجمع للبيانات والمعلومات فين البيانات والمعلومات ديت؟ اللي هي البيانات اللي هيدخلها المشغل اللي هي القيمة المطلوبة والبيانات اللي هي هتكون جاية من خارج العملية اللي هي القيمة المقاسة ويقوم بإجراء عملية حسابية يعني يقارنهم ببعض فيقدر يعرف هل في خطأ أو ما فيش يبنقول يقتصر دور الحاسب على ملاحظة العملية يقتصر دور الحاسب على ملاحظة العملية من خلال مين؟ دائرة ربط مداخل الحاسب اللي هي عبارة عن محول ADC يعني دور الحاسب هنا يعتبر دور بسيط أو سانوي وما المين بقى اللي عليه الدور الأساسي؟ المشغل فنقول كده مشغل النظام يقع عليه عبء التعامل مع متغيرات التحكم مباشرة عن طريق مين؟ أو بناء على ايه؟ على التحليلات التي قام بها الحاسب يعني الحاسب هيديله رسالة يقول له إلحق ده الخارج بتاع العملية مش مظبوط وفيه نسبة خطأ يعني مثلا لو كنا بنتحكم في درجة حرارة والمشغل هنا دخل القيمة المطلوبة وليكن مثلا 30 درجة لكن خارج العملية دلوقتي كام؟ 35 30 فالحاسب هنا بيقارن الاتنين مع بعض اللي هي القيمة المطلوبة اللي جاء من المشغل والقيمة الفعلية اللي هي المخرجات بتاعت العملية ويدخلها للحاسب فيقارنهم ببعض والله يلاقى أن فيه خطأ فيروح مدي رسالة للمين؟ للمشغل فيقوم المشغل هو اللي هيتحرك ويروح يصحح الخطأ يعني درجة الحرارة كانت أزيد من اللازم فيروح هو مخفط درجة ايه؟ الحرارة عن طريق بقى مفتاح مثلا تغيرة أو بأي وسيلة اللي هي الوسيلة اللي هنكون مستخدمينها في عملية التحق يبقى تاني بسرعة كده نقول هنا الحاسب يعمل كمجمع ضخم وفعال للبيانات والمعلومات وقالة حاسبة أيضا ويقتصر دور الحاسب يعني دور الحاسب هنا بسيط يقتصر على ايه؟ على ملاحظة العملية من خلال دائرة ربط مداخل الحاسب اللي هي عبارة عن محول ADC ومشغل النظام يقع عليهم عبء التعامل مع متغيرات التحكم مباشرة بناء على التعامل التي قام بها الحاسب نقص كده على الخطوات بسرعة بنقول الاستخدام في هذا النظام هو أبسط أشكال استخدام الحاسب في التحكم ويعتبر الحاسب مجرد مجمع ضخم وفعال للبيانات والمعلومات للبيانات والمعلومات وآلة حاسبة أيضا بنقول يقتصر دور الحاسب على ملاحظة العملية من خلال دوائر الربط اللي هي محولات يعني محول تناظر رقم ومشغل النظام يقع عليهم عبء التعامل مع متغيرات التحكم مباشرة واتخاذ القرارات المناسبة بناء على التحليلات التي قام بها الحاسب استخدام الحاسب بقى في عنظمة التحكم ذات الحلقة المفتوحة طبعا دي الطريقة التانية لو احنا لاحظنا هنا هنلاقي نبص كده على خارج العملية مفيش هنا دايرة ربط وترجع للحاسب التاني يعني معناه ان لو في خطأ في خارج العملية الحاسب هنا مش هقدر يعرف علشان كده بنسمي النظام دوت انظمة التحكم ذات الحلقة المفتوحة لو بصينا هنلاقي المكونات برضو زي النظام اللي فات المشغل طبعا اللي هو الابريتور او عامل التشغيل يعني جهاز الحاسب اللي عليه برنامج تحكم بس هنا بقى هناخد اشارة التحكم منين من الحاسب نفسه عن طريق مين دائرة ربط مخارج الحاسب وتتوصل لمين للعملية عشان تتحكم فيه العملية طبعا حد هيقول لي طب ما النظام دوت ما هو لو فيه كده خطأ الحاسب مش هيقدر يصححه طب احنا نستخدمه ليه طب ما النظام دوت كده وحش او فيه عيب هو فعلا النظام دوت زي ما قلنا الحاسب مش هيقدر يعرف اذا كان فيه خطأ في خارج العملية ولا لا علشان كده انظمة التحكم ذات الحلقة المفتوحة دي تستخدم امتى بنستخدمها في انظمة التحكم التي لا يوجد احتمال بها وجود اخطاء يعني معناه نظام التحكم هيكون شغال ومستقر ومش وارد انه يحصل خطأ ولو حصل خطأ ممكن يكون الخطأ بسيط وغير مؤثر ففي الحالة دي أستخدم ايه أستخدم انظمة التحكم ذات الحلقة المفتوحة لكن طبعا في انظمة التحكم تانية بقى كتير وفي التحكم في الالات والماكينات لا بقى محتاجين دقة عالية فلازم في ساعتها نستخدم إيه النظام الثالث اللي هو استخدام الحاسبات في انظمة التحكم ذات الحلقة المغلقة طيب لما نيجي بقى نشرح الكلمتين الصغيرين كده على نظام التحكم المفتوح ده هنقول ايه يستخدم الحاسب هنا كمعالج وقتي أونلاين للبرامج والبيانات لتوليد أوامر محددة للتحكم في عمل مشغلات العملية أو الماكينة بناء على برامج تحكم معينة يعني معناها إيه؟ معناها أن الحاسب عليه برنامج تحكم وهو بيعمل إيه؟ بينفذ الأوامر بتاعة البرنامج بالترتيب لتوليد أوامر محددة يعني إشارة التحكم النتجة منه دي هيوديها للمين؟ هيوديها للحاسب اللي هي عبارة عن محاول DAC أو محاول رقمي تناظري بيقول لي بقى في هذا النظام بيستخدم الحاسب كمعالج وقتي أونلاين للبرامج والبيانات لتوليد أوامر محددة لمعالجة وتنظيم عمل مشغلات العملية أو الماكينة بناء على برامج تحكم معينة ولا يوجد به تغذية خلفية زي ما احنا قلنا نظام التحكم ذو الحلقة المفتوحة مفوش تغذية خلفية يعني معناه إن لو في خطأ الحاسب مش هيقدر يحدده علشان كده إحنا بقى بنستخدم الطريقة الثالثة اللي هي الأفضل أو الأحسن اللي هي نظمة التحكم بالحاسبات ذات الحلقة المغلقة طيب في سؤال بسيط بيجي يقول لي ما هو الأساس الصحيح لمفهوم التحكم بالحاسبات ذو الحلقة المغلقة يعني معناه إيه؟ طيب إحنا نقول معناه ببساطة جدا كده شو إحنا لسه قيلين دلوقتي إن التحكم ذو الحلقة المغلقة يعني معناه يوجد به تغذية خلفية يبقى معناه إنه بيعتمد على إيه؟ يعتمد على وجود نظام من الحاسبات الرقمية يكون قادرا على مقارنة البيانات المرغوب فيها اللي هي القيمة المطلوبة يعني اللي هيدخلها المشغل يكون بمقارنة البيانات المرغوب فيها مع النتائج الفعلية اللي هي الخرجة بتاع العملية ثم اتخاذ القرار الصحيح الذي يحقق أهداف التصميم يعني معناه الحاسب هنا هيقدر يقارن البيانات المطلوبة اللي هي القيمة اللي هيدخلها المشغل هيقارنها مع القيمة الفعلية اللي هي الخرجة بتاع العملية اللي أنا بتحكم فيها طيب لو لأ أن فيه خطأ هيعمل إيه؟ عن طريق برنامج التحكم اللي موجود عليه هيقدر يقوم بتوليد التعليمات أو الأوامر المناسبة خلاص للتحكم في مين؟ في العملية والوصول إلى الهدف من التصميم يعني معناه أنه يصحح الخطأ عن طريق طبعا التغذية الخلفية يبقى نبص على الشاشة تاني كده وده سؤال مهم وبتكرر في الامتحانات بيقول لي التحكم بالحاسبات ذو الحلقة المغلقة ما هو الأساس الصحيح؟ لمفهوم التحكم بالحاسبات ذو الحلقة المغلقة يعتمد على وجود نظام من الحاسبات الرقمية يكون قادرا على مقارنة البيانات المرغوب فيها مع النتائج الفعلية ثم اتخاذ القرار الصحيح الذي يحقق أهداف التصميم عن طريق التغذية الخلفية طبعا يعني احنا وصلنا النهاردة كده نهاية الحلقة بتاعتنا يارب تكونوا استفدتوا معنا وان شاء الله هنكمل في الحلقات اللي جاية بقية أنظمة التحكم باستخدام الحاسبات وربنا يوفقكم واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة